وضمن مساحتنا الثاني رح نكفي لأنه اليوم الشغل الشاغل لجميع الملفات الخدمية هي هموم المواطن ودائماً عم بيكون في محاولات وخطط وقرارات لتحسين وضع المعيش وكلنا بنعرف أنه تحت قبة مجلس الشعب بتم طرح مواضيع كتير منها بلاي حلول ومنها موضوع بعد على طاولة القرارات للمناقشة اليوم ضيفنا هو عضو مجلس الشعب ومحامي من خلاله رح نعرف أكثر الواقع الخدمي في طرطوس اليوم كيف عم يتم طرح هموم المواطنين داخل القبة وشو هي أهم النتائج لإدري قدم ملفات داخل مجلس الشعب ويحصل على نتيجة خفف وتحسن من هموم المواطن الطرطوسي بداية استاذ خلينا نحكي حضرتك ابن طرطوس وعضو في مجلس الشعب كيف بتنقل معاناة أهالي طرطوس لتحت قبة مجلس الشعب تحكي لنا شوي طبعا طريقة الطرح على الآلية الطرح من خلال الاجتماع بيكون ممكن يكون أحيانا بسؤال للحكومة ممكن يكون بيطرح موضوع معين بطلب خطي من خلال لجان المجلس الدائمة أو لجان لجنة الشكاوى الموجودة يعني دائما فيه آليات محددة لعضو مجلس الشعب بيسلكها من شان إيصال صوت المواطن الموجود عنده على هذا طبعا حسب القضية كل القضية إلى مسلك معينة ومعلومة يعني ممكن يكون ما بعرف إذا معروف يكون لسادي المشاهدين أنه نحن دائما تحت القبة بيزورنا بشكل دائم خارج اجتماع الحكومي وزير يعني من سي وزير يعني كل الاجتماع بنناقش قضايا وزارة معينة لما بيكون قضية قضايا إدارة محلية بيكون وزير الإدارة المحلية بنكون مع بنناقش قضايا خدمية أو قضايا هيك أخرى بتكون مثلا أسكان ومرافق بخص السكن وغيره حسب الظروف المتاحة دائما أكيد دائما ليلى المواطن بيكون بحاجة للحلول السريعة ولكن نحن دائما ملتزمين بتشريعات متلزمين بقوانين داخل قبة مجلس الشعب فأكيد بيكون في وقت في تحضيرات في مناقشة لأي طرح بيتم داخل المجلس حضرتك كونك ابن طرطوسو نحن بنعرف أنه هي وجهة سياحية جدا مهمة في سوريا وبلشنا نحن الموسم الصيفي خلال السنوات السابقة كان شوي الموسم خلال نقول نسبته أقل بسبب الظروف اللي كانت عم تعاني منا سوريا اليوم نحن الحمد لله رجعنا ورجعت بلشت السياحة تنتعش بلشنا نشوف مشاريع خاصة لمستثمرين لمغتربين لقطاعات حتى لو كانت مشتركة خاصة وحكومية اليوم من خلال عملك هل يوم تم طرح خلال داخل مجلس الشعب أي تشريعات توصيات كرمال المستثمرين على أكيد القطاع السياحي هو من أهم القطاعات الموجودة ببلدنا يعني هو عمليا قطاع مهم سواء للرفض الموازني بالمصاري اللازمي يعني بالدخل اللازم أو من جهة أخرى وجهة البلد يعني وشكل البلد نحن الترطوص بلد سياحي يعني نحن الله عطانا سبحانه وتعالى طبيعة يعني هم محتاجين عمليا بس تخديم يعني تخديم هالطبيعة حتى نقدر السياحة ما أنا مقصرة عمليا بعمل أكيد تشكر لوم وزارة السياحة ومديرات السياحة بترطوص خليني كمل الفكرة يعني يعني أنا القصة ما أنا بالمواطن إذا كان بيهتم أو غيره القصة السياحة أنه بدي إمكانية أنفاق وخدمات معينة اليوم أنا إذا بدي أقعد على البحر على المسبح على الأمور على كذا يعني بدي إمكانيات موجودة أكيد بدي إمكانيات إيه بدي إمكانيات بدي مرافق بدي أنا اليوم الطريق الواصل بدي المرافق العام الموجودة الصرف الصحي الأمور الأهم من هي أنه أنا دائما حامل الطاقة كثير ضروري للسياحة يعني أنا مشروع بالليل ما أنا منور ما فيه فوتا لي معناتها أنا بالأصل محتاج الكهرباء ومحتاج المي ومحتاج الخدمات والصرف الصحي والطريق وغيرها لذلك نحن الوزارة السياحة على مدى العوام الماضية كان إلى كثير حضور فعال وهي أنجزت مشاريع عدي وساهمت بإزالة آثار هالسنوات العصيبة اللي مرت على سوريا وقاعدتنا هوني هلأ بالوقت الحالي على البحر وبالمناظر الطبيعية هي إنجازات وزارة سياحة يعني حقيقة نتمنى أنه ترتوس كبلد سياحي ترتوس العاطية طبيعة حلوة وهي بالأصل وجهة سياحية يعني موجودة بحكم الهبى الربانية للطبيعة وبحكم موجود لو طلعت على الآثار القديمة أو الحضارة القديمة الموجودة أرواد أو غيرها أو رحتي أنت على القلاع الموجودة والمتناثرة الموجودة بأرجاء للمحافظة السياحة شيء كتير مهم بالنسبة إلنا مو كمحافظة بالنسبة إلنا كبلد وكمحافظة وغيره ونحن عنا في ناس في بلدان كتير بتعيش على السياحة يعني وهالهبى الربانية اللي قال له عطانا إياها محتاجة محتاجة لا استثمار اهتمام من استثمار صحيح طبعا وزارة السياحة ما قصرت خلال الأعوام الماضية بأنه تحاول قدر الإمكان تنشط الموضوع السياحي وتشتغل عليه بشكل يعني كتير كويس هالفترة الماضية وكان لنا حتى حضور على المستوى العالمي يعني لوزارة سياحة واليوم أنت لما نقعدين نحن في هالموقع الجميل هذا بالوقت الحالي وعلى البحر وهو أحد المنشآت السياحي لمجمع الكرنق قديما يعني على هذا أو شركة تسويق السياحي الموجودة أنت إذا أخذت البحر سياحة وحلو إذا أخذت جبل سياحة وحلو بس شو بي نقصنا بس فقط لغي هي موضوع المرافق الخدمية يعني السياحة تحتاج إلى خدمات صحيح تحتاج إلى الطريق تحتاج إلى البنى التحتية الموجودة صرب صحي تحتاج إلى كهرباء مي هالقضايا يعني تحتاج إلى وزارة سياحة إلى تعاون وزارات أخرى مع حتى تقدر تنمي هالقطاع وتمشي فيه علما أنه حتى مع عدم وجود هالدعم في وزارة سياحة للأمانة قطعت أشواط كثيرة بكل المحافظات مو بس بطرتوس بكل المحافظات بأنه خطة خطوة إيجابية كتير كبيرة نحو الأمان بموضوع السياحة ونحن على أول موسم صيف يعني هلا بالوقت الحالي وهل 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 بحر والواجهة البحرية واللي هو كان إذا ما قلنا لل للوافدين من برى القطر لا لا أهالي السورية كلها ممكن يكون يعني مركز تجمع ومركز استجمام لكل الناس الموجودين ويحتاج إلى شوية عناية أنا أتمنى من خلالكم يعني وصل صوت لدعم هالقطاع السياحي بها المحافظة على الأقل المرافق العامة وطرقات الواصلة يعني أنتم مريتوا ووصلتوا لهوني يعني محتاج هالطريق الواصل من بداية الخط له لا إعادة تأهيل لو زمان ما تأهل سواء من مجالس المدينة أو من غيرها متمنى أنه يكون في عناية بهالقطاع إذا أخذت قلت لك نطلع باتجاه الجبال هال يعني القلاع الموجودة عندنا هالجبال الخضرة الموجودة والحلوة وهالسلمة نحن أصلا على مستوى العالم مشهورين يعني وبعدين مثل ما قلت لك هبا ربانيا إنها ما نعملين إذا طلعت من هون على المشتر المي الفي الأمور على الدريكيش على الوديان وين مرحتي الله عاطينا طبيعة حلوة محتاجي إلى أنه نحن كأهل هالمنطقة والدولة شوي نوجه له شوية عناية مواطية إن شاء الله إن شاء الله إستاذ تحكينا في إلك مشاركات بمؤتمرات خارجية بما يخص التنمية لا في إلنا مشاركات كان إلنا الشهر الماضي نهايته كان إلنا مشاركة للجمعية البرلمانية الأسيوية كانت مساوية مساوية تجمع منشان التنمية المستدامة ومحاربة الفقر على المستوى العام والمشاركة كتير مهمة لوفد الجمهورية العربية السورية طبعاً نحن أول شيء من حيث حضورنا كجمهورية العربية السورية بهذا تاني شيء من خلال الواقع اللي نحن أحوج للتنمية المستدامة فيه سواء بعد الكوارث والزلازل اللي صاربت البلد البناء التحتي اللي تخربت نسجة الإرهاب العمال اللي نحن محتاجين كثير لسوق عمل يستقطب هالناس الموجودين بدل هذا يعني بالتالي نحن التنمية المستدامة كثير مهمة بالنسبة لنا كقطر يعني كقطر عربي سورية طالع من هذا لاسيما أنه هالموضوع هذا له اهتمام عالمي الثلاثة بجزء الأهم أنه نحن موضوع التوعي الموجودة يعني نحن طبعا شو التنمية المستدامة شو البيئة اليوم نحن مرينا بفترة كانت الناس اعتدت على الأحراج اعتدت على الغابات اعتدت على القطاعات كثيرة نحن محتاجين لتوازن الطبيعة بشكل عام ومحتاجين جدا أنه نعتني بمخرجات الإنسان يعني نحن بتشوفي أحيانا قلة عناية مثلا ممكن تلاقي كيس نايلو هون كيس اللي بيطلع من البيت هالمدخلات نعم ومخرجات الإنسان المقروض بيكون فيها عناية حتى نعتني بهالبيئة اللي نحن هلأ عم نحكي موضوع السياحة موضوع الحياة موضوع الصحة العامة موضوع كلها مرتبطة ببعض يعني بشكل عام بس التنمية المستدامة صارت معد هي حالة رفاهي هي صارت شغلة مطلوبة لكل الناس يعني على هذا التنمية المستدامة العناية بالبيئة العناية بالمسطح الأخضر العناية بالصحة العامة شكتي مرينا نحن بكوارس كورونا مرينا بكوارس موجودي هلأ عدم وجود الكهرباء المية أنا لما بدي أقطع الشجر بالأخير بدي توازن بيئي أنا سوريا أحوج ما تكون نحن أحوج ما نكون للدعم العالمي والأسرعي للسوريا من شأن تعيد توازن البيئي وتوازن العام وترجع هي فعلا جوهرة الآسية بالشكل العام يعني وسط وقلب هل هل القطاع يعني وما طلوا على البخور على هذا الموجود قطاع كثير مهم بدأت نذكر لذلك كانت مشاركة كثير مهمة وكان عنا ترحيب كثير من الوفود المشاركة بالوفد العربي السوري يعني به القطاع وكل ياتهم زايرين سوريا وكل ياتهم كانوا معجبين فيها سابقا ولاحقا وكثير كانوا مرسوطين بهذه المشاركة نعم نتمنى لك التوفيق بعملكون ويكون اليوم صوت المواطن مسموع داخل قبة مجلس الشعب واليوم نحن بحاجة لحلول نرفع وتحسين مستوى المعيشة شكرا لإلك ضيفنا لليوم وحضرتك ابن ترطوس المحامي وعضو مجلس الشعب أهلا وسهلا لك شكرا لك نشكر وجودك معنا وكل حدا قادر بإيصال هموم المواطنين إلى الجهات المانية يعطيك ألف عافية تستلموا يعطيك ألف عافية إليك ومتمنى فعلا لكم جميعا دائما للتوفيق لكم وللبلد وللسادي المشاهدين متمنى نقدر ننقل هموم بشكل ترجمة نانسي قنقر